اكتمال القمر في برج السرطان في السابع والعشرين ديسمبر الفين ثلاثة وعشرين مليئاً بالتغيرات في جميع المجالات وطاقة المواجهة السريعة التي لم يعد بإمكانك الهروب منها والتطرف يمكن أن تتناوب الارتفاعات والانخفاضات بحيث يمكن أن تكون غير مستقر من وقت لآخر يكون اكتمال القمر في السرطان بينما تكون الشمس في الجدي علامتان لا يمكن أن يكون هناك أكثر اختلافاً هذه الطاقة يمكن أن تبدو متناقضة وتخلق صراعاً بين احتياجاتك العاطفية والتزاماتك الصراع الداخلي الذي قد يشعر به الكثير مننا صراعات داخلية وتقلبات في المشاعر على وعلى ذلك فإن هذه الطاقة تجعلك تشعر بعدم التوازن الفردي والجماعي بين الطاقة الأنثوية السرطان مؤنث ومرتبط بالقمر والطاقة الذكورية الجدي ذكر ومرتبط بزحل يمكن من ناحية أن تهتم بنفسك وبعائلتك أن تكون لطيفاً وتريد أن تغلف نفسك في وئام لكن الجدي لا يحب ذلك هذه الطاقة الصارمة يمكن أن تضغط عليك للعمل بجدية أكبر وتخلق الأمان لا تدعها تدفعك إلى الجنون استمع إلى شعورك الغريزي إنه يخبرك بما تحتاجه الآن وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها وعندما يتحول كوكب المشتري المحظوظ إلى شكل مستطيل في برج الثور في الثلاثين ديسمبر سنشعر بالبركة المالية يحفز هذا العبور القطاع المالي للأشهر الخمسة المقبلة